اشتركوا في القناة ازواجي امات المؤمنين وعلى ذريتي والبيتي انك حميد ومجيد اما بعد اخواني وحبابي في الله يعني وحشتوني جدا 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 في الله ربنا ما يحربناش من بعض ربنا يجمع بنا دايما على طاعته وابتغاء مرضاته يا رب اللهم امين اما بعد فنبدأ بقى على طول سريعا كده بازن الله في بعض المشاكل اللي اللي جات من اخواننا واخواتنا المشكلتين اللي قدامي اللي انا عايز اقولهم كده مشكلة اخ من اخواننا ربنا يحفظه من تونس بيقول انا الوقت بصدد حفظ القرآن يعني هو ماشي خلاص وفيه همة للختم فضله منت الله يعني ايه هو ماشي في طريق ختم المصحف حفظ وكل يوم احس ان شيئا بداخلي يدفعني لعدم الوقوف رغم المعوقات الله اكبر الصمود بقى مهما حصل انا مش هقف يعني شايفين الكلمة وكل يوم احس ان شيئا بداخلي يدفعني لعدم الوقوف رغم المعوقات يعني لو تاخدوا بالكو يا اخواني واخواتنا المرة اللي فاتت كنا بنتكلم ايه اتعرفت على شاب طب نزلت طب كلمته على الفيسبوك طب قابلته برة طب انا بحب زملتي في الكلية طب انا مش قادر اقوم هذه العاطفة طب اتكلمها ولا لا المرة اللي قبلها النهاردة احنا بنتكلم بقى عن نواية تانية يعني فيه واحد بيغرق وبيقول الحقون يا جماعة حد ينقذني انا بغرق وفيه واحد تاني بقى عايز يطير يا اخواني انا عايز انطلق يبقى يا جماعة فيه مشاكل ناس عايزة تنجو ومش عارفة تنجو وفيه مشاكل ناس مش عايزة تنجو عايزة تنطلق هو ده اللي احنا هناخده الليلة بقى هي دي الوقفة اللي لازم نقفها مع بعض الليلة يا اخواني باذن الله ويا اخواتنا ما ينفعش ان احنا نفضل كده ما ينفعش احنا عايزين نطلع لقدام بيقولك كل يوم واحسه ان شاءا بداخلي يدفعني لعدم الوقوف رغم المعوقات كنت نزا بقرأ امبارح حديث للنبا عليه الصلاة والسلام يعني الحديث زلني وبيقول لخبابه بيجرى عليه في الحرم الا تدعو لنا الا تستنصر لنا الا ترى ما نحن فيه خباب رايح ظهره مكوي متشرح والنبا عليه الصلاة والسلام يعني قعد في صحن الكعبة بيصلي وبيعبد النبا عليه الصلاة والسلام قال له انه كان يؤتى بالرجل من قبلكم فتحفر له الحفرة فيوضع فيها فيوضع المنشار على رأسه انا الحديث كنت بقرأه بقلبي بقى حاس ان انا جسمي بيرتجف يوضع المنشار على رأسه انا عادة خالي المنظر فيشق نصفين يتشق نصن ما يصده ذلك عن دينه شوفوا الكلمة الرهيبة دي يا جماعة ما يصده ذلك عن دينه وكان يمشط بامشاط الحديد ما دون اللحم والعظم يعني يا جاكوانا يعني معناها انهم كانوا بيسلخوا جلده بمشاط الحديد معناها انهم كانوا بيقطعوا لحمه بيفرموا لحمه هو حي فما يصده ذلك عن دينه شوفوا النبي بيقول لي خباب ايه اوعى تقف اوعى اوعى تحبط اوعى تنهار اوعهم قومتكم تقف اوعوا حاجة تصدقوا عن دينكم يا بنتي انت في المشاكل دي يا ابن انت في المشاكل دي يا جماعة اين الصمود يا اخواني اين الصمود اين القوة في دين ربنا سبحانه وتعالى فاخونا بيتكلم عن الختم وانا اثرت ان المشاكل اللي هنثرها النهاردة لاخوانا او اخواتنا تبقى من هذه النوعية مشاكل الناس اللي عايزة تحلق بقى واللي عندها علوة وهمة عشان نبدأ نطلق فبيقولك الاخ الفاضل من تونس بيقولك قرأت جملة قريبا مفادوها كن مختلفا خليك مختلف خليك متميز ضع بصمتك زي ما الشيخ محمد العريف بيقول ربنا يحفظه رب ويبارك في دعوته ودعوته اضعاء اجمعين كن مختلفا فالعالم لم يعد بحاجة لمزيد من النسخ الله شوفوا الكلمة الجميلة كيف السبيل كي يلاقيه كل نسخة جديدة ازاي يبقى انسان مختلف ازاي يبقى انسان متميز هو مش عايز يرأي هو مش عايز يظهر هو عايز يتفجر تقاتل دينه يا جماعة مش كل حاجة نبص ده عايز الرياء ده عايز ايه يعني ان يبقى عندك حلم انك تبقي انسانة مميزة في دين ربنا دي مش رياء الرياء ده حاجة تانية الرياء ده انت مش همك ربنا يرضى ولا لا انت كل همك الناس راضية ولا لا انما ده جماعة علوه الهمة دي نواة بطل الاخ ده ده نواة بطل ده بطل لسه صغير لسه في البيضة بتاعته كده ما فقستش ده لو فقس ده لو تحط في حضانة سليمة ده الاخ ده لو تحط في حضانة طربوية سليمة الاخ ده هيخرج منه بطل باذن الله فلو هناك منهج او تقترح لي شيئا فقط يعني ايه انا عايز يعني عايز يعمل حاجة حاجة تكون كبيرة دي مشكلة من المشاكل المشكلة التانية اللي احنا نقولها برضو احنا منك المشكلة تاني دي فكرتني سبحان الله العظيم بصورة المتزمل والمدثر وصورة اقرأ اول تلت صور نزلوا في القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق ويا ايها المتزمل قم الليل ويا ايها المدثر قم بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته هو بيقول بقى لقد منى الله علي بحفظ القرآن ما شاء الله لك وتألم الله خاتم ده الاخ ده ختم حفظة يا جماعة يعني في العبادة وحاول كثيرا ان اطلب العلم قال لا ده بدأ كمان بقى يدخل في خطوة طلب العلم بس لا اعرف كيف اطلب العلم هو عايز ارشاد في الطريق حاولت ان القي موعظة في المسجد قال لا 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 ده بدأ يدخل في الدعوة الى الله بس توقفت خشية ان اضر الدعوة يعني برضو ولسه مش عارف يعمل ايه في الدعوة مش فاهم الدعوة يبقى طريقة ازاي انا عايز نصحتك اعمل ايه يعني الاخ شوفوا يا جماعة يا اخوان انا عايز اقول لكم حاجة الاخ الاخر اللي بعتين المشاكل اللي تعملين جدا يعني الاخ اللي بيقول حفظ القرآن حفظت ختمت ما شاء الله وقتها بالله عايز اطلب علم عايز اشتغل في الدعوة اعمل ايه اردت بطريق ازاي اجمع بين الحاجات ده ازاي بركة الوقت تيجي ازاي احنا عاملين الوقت زي اتنين اتقابلوا مع بعض واحد بيدرس في جامعة وواحد اصلا ما تعلمش اصلا خالص فالاولاني بيقول للتاني انا تعبان انا متبهدل اللي هو بيدرس انا مخنوق انا معنديش وقت انا من امتحان لامتحان وبطبق طول الليل وقعد زاكر وما الحقش اخلص وروح الاقي اسئلة صعبة انا خلاص مش قادر استحمل التاني بصله كده ودحك التاني بقى متعلمش اصلا خالص يا قال له يا عمد انا ما شاء الله مرتاح جدا والدنيا جميلة يا عمد انت معقد نفسك ليه والمشاكل كلها محلولة يا اخوانا الاولاني تعبان بس تعب الاحياء التاني مرتاح بس صراحة الاموات اهي دي الناس اللي عندها علوه همه كان امام الجوز يقول كلمة الواحد ما ينسهاش ابدا امام الجوز رحمه الله كان يقول ما بتولي احد بشيء قدر ابتلائه بعلو همته يقول لك علو الهمة ده ابتلاء اللي عايزة تطلع وعايزة اشتغل في الدعوة وعايزة اعمل حاجة للدين وعايزة انصر الاسلام وعايزة بقى صوام وعايزة بقى قوام وعايز اطلب العلم وعايزة افهم القرآن وعايز اعمل انصر دين ربنا في الارض اعمل ايه اللي عنده علو الهمة بيبقى تعبان بس ده تعب الاحياء بقى عشان كده انا بقول للاخوة اللي عندها المشاكل دي انت حي يا ابني ده حي انت انسان حي انت انسان بتحس انت انسان ربنا ادك ضمير طب نعمل ايه اخوانا اخواني واخواتي في الله انا عايز اقول لكم كلمة مهمة جدا ان الاحداث اللي بتحصل الوقت في مصر وفي الشام سوريا وفلسطين وفي العراق وفي العالم الاحداث دي بتؤكد ان ربنا بيمهد الارض الاحداث خطيرة جدا جاية في المستقبل الاحداث دي بتؤكد ان اللي جاية جماعة السنين الجاية في الارض هتبقى احداث كبيرة وهتبقى يعني اشياء ضخمة هتحصل يعني اللي هيحصل يا جماعة في الارض مش هينفع فيه انصاص الرجال اللي مش مبني مش هيقدر يواصل انا بحذركم يا شباب انا بحذركم يا اخواني واخواتي ان اللي بيحصل ده اللي جاي هيبقى امتحانات اكبر منه اللي مش مسلح بقوة الدين واليقين والثبات مش هيقدر يثبت الواقع اللي جاي عايز رجالة بحق وحقيقي عشان كده انا عايزين نتكلم يا جماعة ازاي نبقى رجالة ازاي نتربى ازاي نتبنى ازاي نرتقي يا اخواني في الله مشكلة بعد الثورة بعد 25 يناير ان الناس كانت معتقدة ان في يومين انتخابات مسكنا البلد والقصة خلصت اللي انتخابات سنتين ونص في ست ساعات راحت او في سبع ساعات راحت ليه يا جماعة تغيير مجرى نهر النيل اسهل من تغيير مجرى تسعين مليون انسان معظمهم بيتوجه للدنيا معظمهم احلموا دنيا افكاروا دنيا بعظمهم بيحطوا رأسهم على المخدة قبل ما يناموا يقعدوا يحلموا بالدنيا تغيير مجرى نهر النيل اسهل من تغيير مجرى تسعين مليون انسان يعني انا عايز اقول ان احنا كلنا بنحلم بالتغيير ان الدنيا تتغير ان المجتمع يتغير مش هيغير المجتمع غير ناس ابطال غير ناس تينفع انها تغير مجرى نهر النيل بالعزيمة وبالهمة وبالقوة لازم نفهم يا اخواني واخواتي ان التغيير صعب ومحتاج رجالة وان المستقبل اللي جاي فعلا محتاج رجالة المستقبل اللي جاي محتاج يا جماعة النبي عليه السلام فضل 3 سنين في دار الارقم مع حوالي 20 صحابي 20-30 صحابي يعني انتوا عرفين يعني 20-30 يعني لو قعدنا في قوضة واسعة كبيرة شوية ما نبنش فيها يعني انا عايز اقولك ان النبي عليه السلام قعد السنين الطويلة دي اتماع 20-30 واحد لانه يعلم ان دول هيبوا بكرة قضية العالم لانه يعلم ان التغيير صعب لانه يعلم ان الاحداث اللي هتمر بالعاملين لدين الله وباللي هيشيلوا الدين في الارض احداث كبيرة لازم يكونوا ناس متربيين لازم يكونوا ناس مبنيين عشان كده اقولت لكم ان المشاكل دي اتفكرتني بصورة المزمل سبحان الله العظيم والمدسر واقرأ بسات صورة المزمل لان الواحد عايش معاها اليومين دول يعني سبحان الله العظيم من بارح كنت مع بعض اخواني كده في المقابر بالليل رايحينا تدبر في المقابر ونفكر في حالنا اكتر سؤال كان يعني بيدور في ذهني او اكتر سؤال كان الواحد بيوقف معاه لو انا دخلت جوه القبر المفتوح دو وتقفل عليها الوقتي ايه اللي انا هندم عليه ايه الحاجة اللي انا هندم عليها الوقتي فعلا فبدأت راجع حياتي كلها بدأت حس ان انا ما عدتش عايز اخد قرار في حياتي غير جوه المقابر ليه لانك لما بتاخد قرار في المقابر بتفهم فعلا انت اللي مطلوب منك ايه الوقتي حالنا هو انت اللي مطلوب منك ايه الوقتي لما بتاخد قرار قدام قبر مفتوح وجنبه قبر مقفول ممكن يكون صاحبه بيستغيث وبيتوسل بس تقفل عليه في عالم البرزخ ومش يتفتح عليه غير يوم القيامة لما بتاخد القرار في المكان ده فعلا بتاخد قرار بإذن الأصائب ليه لأنك بتحسبها لو أنا مدت الوقت هندم على إيه لقيت أني من أخطر الحاجات اللي هندم عليها قيام الليل من أخطر الحاجات اللي هندم عليها علاقة بالقرآن من أكتر الحاجات اللي هندم عليها كل الليل راحت مني من غير ما قمها من غير مقف من إدين ربنا سبحانه وتعالى فيها يا جماعة صورة المزمل بتقولك يا أيها المزمل انت بتكلمنا في صورة المزمل ليه عشان بقول للإخوة اللي عندها علوه همه مننا ابدأوا صح يا جماعة مش ده خط السر اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال اللي ربنا قال للنبي والصحابة ابدأوا بيه مش ده خط السر صورة المزمل يا جماعة مفيش حد يعتقد يا دعاه يا كل من يريد الدين في الأرض يا كل حد عندك علوه همه في الدين يا كل واحدة عندك علوه همه في الدين انتو ثروتنا اللي عندهم علوه همه دول اللي بكرة بازن الله غالبان هيبقى منهم الدعاء ومنهم العلماء ومنهم المفكرين الاسلاميين ومنهم ومنهم العباد ومنهم المجاهدين اللي عندهم علوه همه دول ثروتنا اوعي ربنا يديك همه اغلى من دهب الدنيا والضيعيها لانك انت ماشى بدماغك صورة المزمل بتقولك ان اوعى تفتكر ان ليك خط سير غير خط سير بتاع محمد ابن عبدالله اوعى تفتكر ان ليك خط سير غير خط السير بتاع الصحابة زي ما بدأوا نبدأ اللي هيبدأ البداية المحرقة ده هيبقى نهايته نهاية مشرقة باذن الله سبحة تعالى انما احنا عايزين الدين السهل الدين اللي مش عارف ايه الدين اللي مش عارف ايه الدين البسيط الدين يا جماعة الدين دين يا اخوانا لما ربنا بيقول للنبي يا ايها المزمل قم يا ايها نداء التعظيم طب يا رب يا رب ما قالش يا ايها الصوام يا ايها القوام يا ايها الداعي يا ايها المزمل يعني اللي نايم في بطنية لففة حوالين جسدك يا ايها طب ندقت عظيم ليه يا اللي من انتش عارف امتك يا اللي من انتش عارف انت لو قمت هتفرق في الوقع قد ايه يا اللي من انتش عارف انت لو قمت هتغيري قد ايه يا اللي من انتش عارف الدنيا كلها مستنيك قد ايه محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام لما كان مزمل في البطنية بتاعت النوم تزمل انك انت تلف في البطنية حول ان جسمك لما كان مزمل كان مصعب تايه في الارض مش لاقي حد يدله على ربنا وقاعد يزهر مع الشباب وجوه ألم نفسها رهيبة كان سلمان الفارس تايه في الارض مش لاقي حد يدله على ربنا لما النبي شال الغطاء الناس دي وصلت لربنا يا ايها المزمل انا حاسس ان انا قدام مليون مزمل مليون مزملة يا جماعة قوموا يا جماعة انتوا مش عارفين انتوا لو قمتم وانزلتموا هيحصل لكم ايه نداء التعظيم ليه انت منتش عارف ربنا بيبث العزم في قلبك وانت لسه نايم بيقولك قوم انت منتش عارف لو قمت هيتغير على ايدك ايه قومي ما تستقليش الدور اللي انت هتديه للدين ما تستقليش الدور اللي انت هتعملين للإسلام ما انتش عارف قوموا يا جماعة كم مريض الوقت نايم في مستشفى سرطان في اوروبا وامريكا بيموت بيموت على الكفر لو انت قمت هتنقذ مصيره كم واحد الوقت تايه في الارض معذب نفسيا لانه معهوش القرآن اللي بيتكلم عن ربنا اللي احنا قاعدين نقرأه ونحس بالسعادة النفسية لما نقرأ الايات القرآنية كم واحد عايش في شقاء الوقتي بياخد بيبلبع مهدئات في اوروبا ولا استراليا ولا امريكا وحياته عذاب ايه واحدة من القرآن هترحمه هتخليه انسان يقدر يعيش ويقدر يسعد ويقدر يضحك كم واحد الوقتي هيموت يخلط في الجهنم انت لو قمت هيخلط في الجنة كم واحد محتاج انك تقومه يا جماعة قومه يا جماعة قومه يا جماعة حسوا بالامانة اللي وراكم حسوا بالمسئولية اللي عليكم يا ايها المتزمل قم قوم ما انتش عارف لو قمت هيحصل ايه ما انتش عارف لو قمت هيتغير ايه قومه يا جماعة قومه يا مليون متزمل ومتزملة نايمين ومش عارفين لو قموا يحصل ايه سبحان الله العظيم شوفوا علوه الهمة في العلاقة بالقرآن ربنا سمى صورة المتزمل وسمى صورة المتدثر المتزمل يعني اللي نايم وملفوف بطنية المتدثر ذهب اهل الدثور بالاجور اهل الدثور اللي هو اللبس الفخمة بابلوفر اللي بخمسمائة جنيه والبنطلون المركة اللي بخمسمائة جنيه والجازمة المركة اللي بألف وخمسمائة جنيه يعني المتدثر ده اللي هو اللبس لبس فخم يعني فالمتزمل ده كان حال النبي بالليل قبل ما ربنا ينزل للقرآن والمدثر ده كان حال النبي بالنهار قبل ما ربنا ينزل للقرآن النبي اللي القائم بأعمال سيدة الأعمال الغنية المشهورة في مكة خديجة بنته خويلد اللي يقينا يعني له أجر مد على هذه المهمة أجر مد كبير وعالي فتخيل منظر النبي على السلام بالليل كان المزمل وبالنهار كان المدثر تخيل بقى النبي عليه السلام طبعا وخلوة النبي في الغرب بس أنا عايز أقول لك الحالة اللي قدام الناس يخلها إيه أو الحالة كان مزمل ومدثر لما نزل القرآن قرني ما بين أول آية في صورة المزمل عشان كده قلت الإخواني قبل الدرس يشغلوا صورة المزمل لأن أنا عايز يا جماعة ندخل في الجو الرهيب ده جو علو الهم المهول ده نبي عليه الصلاة والسلام أول آية يا أيها المزمل اللي نايمه متغطي آخر آية في صورة المزمل بعد القرآن إن ربك يعلم أنك تقوم آدنة من ثلثي الليل ونصفة وثلثة الله أكبر النبي وقف من الساعة عشرة بالليلة على سجادة الصلاة والفجر بده من الساعة خمسة النبي وقف سبع ساعات تمن ساعات على سجادة الصلاة عليه الصلاة والسلام إيه الانقلاب اللي حصل ده بسبب القرآن لما القرآن دخل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام أول آية في المدثر يا أيها المدثر برضو يا عظيم يا اللي ما انتش عارف لو نزلت اشتغلت في الدعوة هيحصل إيه يا أيها المتزمل بقى يا اللي ما انتش عارف لو قمت الليل قلبك هيتغير قد ايه نفسك هتتزكى قد ايه أمراضك هتتعالج قد ايه مشاكلك هتتحل قد ايه حياتك هتتغير قد ايه هيطلع منك بطل قد ايه هيحصل تغيير جواك قد ايه قوموا وانتو تتغيروا انما يا أيها المدثر يا اللي ما انتش عارف لو اشتغلت في الدعوة في بنات هتتوب قد ايه يا اللي ما انتش عارف ان كل بنت غير ملتزمة متسببة في ان فيه ألف شاب على الاقل غير ملتزم بسبب الفتنة بتاعتها لما هتتوب بنت على اديكي انت كأنك داعتي ألف شاب كأنك قفلت باب الفتنة عن ألف شاب قفلت باب الضياع عن ألف شاب يا اللي ما انتش عارف لو قمت اشتغلتها هيحصل ايه يا اللي ما انتش عارف لو فصحتك او مواهبك او دماغك او امكانياتك او همتك او همك اشتغلوا للدين هيحصل ايه يا ايها المدثر اول ايه منظر اللبس الفخم بصوا للاخر بقى فما لهم اخر المدثر بقى شوفوا بعد القرآن فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة حمر وحشية بتجري 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 ايه ده فانتش فاها بتجري ايه فرت من قصورة اسد اسد نازل وراها وهي بتجري وتهرب الاسد هنا هو النبي عليه الصلاة والحمر هنا هم اللي مش عايزين يتوبوا الى الله ومش عايزين يفهموا طريق ربنا كأن النبي اسد نازل يكلم الناس عن ربنا والكفار مش عايزين وعايزين يهربهم ومش عايزين يسمعوا ويا عم كبر ويا عم بلاخناءة ويا عم دين ايه ويا عم مش نقص حلال وحرام ويا عم بلاش تشدد ويا عم خلينا جنب الحيط ويا عم كأنهم حمر والنبي عليه الصلاة والعزين برده بينزل قال له المدثر ده اللي مراعي ان شكله يبقى جميل وله احترام في المجتمع وله وجهة انما قصورة اللي نازل يكلم الناس ده ما بيرعيش كل اهميته ان الناس عارف ربنا شفتوا يا جماعة المزمل بتقولك انه بتقلب ليله ازاي بسبب القرآن والمدثر بتقولك انه بتقلب نهاره ازاي بسبب القرآن يا اخوانا اومم يا اخوانا اتحرقكم وتيجي المزمل قبل المدثر لان المزمل بتتكلم عن الليل والمدثر بتتكلم عن النهار والمؤمن الحقيقي يومه بيبدأ بالليل اللي مالوش ليل مالوش نهار اللي مالوش وقفة من ايديه ربنا بالليل يبكي من ايديه مالوش نهار مش هيعرف يجني الفتح بتاع النهار الليل يا جماعة للك اخباره ايه للك اخباره ايه يا من تريدون طلب العلم يا من تريدون الفتح في الدين يا من تريدون تغيير حال القلب يا جماعة بدأوا صح يا جماعة ده ابداية المتزمن لو رئيس جمهورية كل ما ينزل بلد معينة او مدينة معينة يلاقي 6-7 هما اللي في استقباله ينزل بعد شهور يلاقي 6-7 ينزل بعد فترة يلاقي هما نفسهم 6-7 لما رئيس الجمهورية ده ييجي يعين وزراء هيختار من مين من 6-7 لما ييجي يعين محافظ للبادينة دي هيختار من 6-7 لما ييجي يعين رئيس مجلس محلي هيختار من 6-7 اهو لما الملك بيتنزل في التلت الاخير من ليل كل ليلة الناس اللي بتقوم لما ربنا يريد انه يصطفي دعاء هيصطفي منهم باذن الله لما ربنا يريد انه يصطفي علماء هيصطفي منهم باذن الله لما ربنا يريد انه يصطفي فاتحين ومجايدين هيصطفي منهم باذن الله لما ربنا يريد انه يصطفي ويختار ما يعني استفاء الاستفاء يعني الصفوة ان انا اخد الصافي اخد الخالص يا بنتي من صفى صفية له يا ابني من كدر كدر عليه يا بنت ربنا بيختار الصافي اللي قلبه صافي ليه اللي حياته صافية ليه يعني ايه وربك يخلقه ما يشاء ويختار يعني ايه يختار يعني ربنا بيختار اللي في قلبه خير اكتر الخيرة اللي في قلبه خير اكتر اللي في قلبه خير اكتر اخوانا لما ربنا يتنزل كل ليلة ويجدك انت وقفة من ايديه ويجدك انت وقفة من ايديه تخيلوا ربنا يعملوك ايه ربنا يختارك وقت ايه ربنا يستفيك وقت ايه هيوصل لك جواب وانا اخترتك يا جماعة حلوها من فوق لو واحد في كوكب تاني ووقع فيه القرآن وعرف ان ربنا بيتنزل كل ليلة في التلتل اخير فيقول هل من سائل فاعطيه هل من مستشفى فاشفياه هل من مستدفع للضر فادفعه عنه هل من طائب فاتوب عليه هل من مستغفر فاغفره له هيتوقع لما ينزل الارض ان كل الناس صحية بالليل هو العمر بعزقه هو جنون يقين ان الناس صحية بالليل لانك بيزرعه بالليل وبيحصده بالنهار لما يلاقي الناس كلها نايمة يقول الناس دي مجانين ولا كوكب ده كوكب مجانين الناس دي عقلة تخيلي يا بنتي تخيلي حبيب قلبي لو ربنا ما كانش بيتنزل كل ليلة لو ربنا كان بيتنزل كل ثلاث شهور مرة والنبي قال لنا ان الله يتنزل على رأس كل ثلاث اشهر مرة فيقول هل من سائل فاعطيه عارفين الليلة دي كتتبقى عاملة زي يوم عرفة كده الناس كلها في المساجد كتتبقى عاملة زي زي ليلة الادر كده الشوارع مقفولة من طابير اللي وقفة في الجوامع وبرى الجوامع قال له وما ليه ربنا تنزل كل ليلة هو ربنا عمل التنزل بتاع المواسم ليلة النصف من شعبان وفي العرفات يعني الكلام ده موجود فعلا انما ليه ربنا كل ليلة لانك ما تقدرش تستغنى عن ربنا ولا يوم ده تبقى مصيبة سائدنا ابراهيم فلما افلت فلما جن عليه ليل وراكة وكما فلما افلت قال لا احب الافلين يعني لا احب الافلين انا لو ربي بيغب الليل لو حصل لمصوبة بالليلة افعلى باب مين لو ربي بيغب بالنهار لو حصل لمشكلة بالنهار اقول يا مين ما فيش حاجة اسمع ان ربي يغب علي انا ربي لازم يكون معايا في كل لحظة وفي كل شيء في حياتي ما ينفعش فتنزل الله كل ليلة كل يوم هو في شأن لان كل يوم انت في احتياج وانت في احتياج يا جماعة خلصوا مشاكلكوا في التلت الاخير يا جماعة خلصوا مشاكلكوا في الاخر واللي يقدر منكم ينزل في الجامعة في المنطقة بتاعته او الحتة بتاعته او القرية بتاعته ويفتح الجامعة قبل الفجر بساعة ونص ولا حاجة ويعرف اخوة القرء المكان فكله او اللي ينفع المجتهدين ينزلهم يصلوا كل واحد واخد عمود لوحده ما حاش يروع بحد انما تشجعوا بعض او انت ليك اخ تتصلوا ببعض وصحوا بعض وتقولوا اقرفني الساعة تلاتة او تلاتة ونص ما تسيبنيش لحد مصحى يا دوبك كده اقلح اصليلي ساعة ساعة ونص كده قبل الفجر وانت وصحبتك تعاهدوا تأخوا في قيام الليل يا جماعة صحوا بعض وجننوا بعض جننوا بعض مكلمات لحد ما التاني يرد عليك وتعودوا على قيام الليل يا جماعة يا اخوانا قيام الليل ده قيام الليل اتفرض يا بنتي قبل الصلاة قيام الليل اتفرض قبل الزكاة قيام الليل اتفرض قبل الحج والعمرة قيام الليل اتفرض قبل كل الفرائد التانية معناها ان قيام الليل ده بيعمل ايه في التربية قيام الليل اتفرض على الصحابة سنة كاملة يعني معناها ان اللي هيبدأ بقيام الليل ده حياته اتتغير انت عايز تطلب علم وعايز تدعو الى الله يا اخي الحبيب حبيبي طب ما تبدأ من الليل قول يا رب نمي عزمتك على العبادة نمي عزمتك انك في التلت الاخير يا جماعة دعاء الثلث الاخير لا يصمد امامه ابتلاء دعاء الثلث الاخير لا يصمد امامه ابتلاء دعاء الثلث الاخير ده عامل زي زي يعني مش عارف اجبتش في زي الوحش كده محدش يقف قدامه لا لا يصمد امامه ابتلاء تعبان مريضة عندك مشكلة نفسك ربنا اهديك عايز تطلب علم ما انتش عارف تختار في الجواز وعايز ربنا يختالك مش عارف تتجوز ونفسك ربنا يصلك الجواز ما انتش لا يا شغل ما فيش عارس متقدم لك دعاء الثلث الاخير من الليل لا يصمد امامه ابتلاء بقدرة الملك سبحانه وتعالى بس قوم وادعي وما تطلبش الاجابة من الليلة الاولى ام وكمل ام وواصل احنا بنقول ليه اياك نعبد واياك نستعين ليه العبادة قبل الاستعانة في الفتحة لاننا يا رب مش بعبودك عشان تقضي لحواج باس يعني افرض ربنا بتالك انه مقضاش حكتك هفضل عبودك برضو يا رب عشان كده اياك نعبد قبل اياك نستعين ولان اياك نعبد مراد الله واياك نستعين مرادك انت فانت تقدم مراد الله على مراد نفسك عشان كده انا 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 ولانك مش هتعبده غير بالاستعانة بيه عشان كده خلي د في اول اللي قال القيام يا رب ثبتني. يا رب اهدى قلبي. يا رب اشرح صدري للقيام الليل. يا اخوانا دين يا ام محمد دين. دين يا بنتي. يا بنتي ده الدين. يا جماعة ده الدين اللي النبي عليه السلام جيب ايه? بيه? مش الهق اللي الاخوة والاخوات عايشين فيه. ومتخيلين انه هم افتدين وانهم ملتزمين وانهم 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 وقل لك ربنا ما بندنش ليه? يا ابن انت الفارق بينك وبين اي واحد ماشي في الشارع دقنك انت يفرق بينك وبين كثيرين من اللي ماشيين في الشارع يعني حتة اللي مش اللي انت مغطيها من اخيرك وبقك بيها يعني مش هقولين نقاب كمان يعني الاخت ما شاء الله الوقت عادت نص وشاباين ومكحلة عنها وممكن متبرفنة وممكن لابسها بقى دايقة يا جماعة الدين الدين الحقيقي الدين اللي يغيرك من جوه اللي يفرمطك من جوه اللي يقلب لك حياتك يا ايها المزمل يعني تخيلوا سبحان الله العظيم قوم الليلة الا قليلة تخيالي كده ايها تفتكري ان ممكن يبقى ليك خط سرغر النبي ايها تفتكري انك مشغول في الدعوة اكتر من نبي ايها تفتكري انك مشغول في طلب العلم اكتر من نبي ايها تفتكري ما النبي كان بيتعلم على قد جبريل عليه السلام ايها تفتكري انك مشغول في وظائفك الدنيا اكتر من نبي قائد الامة وحاكم الامة وقائد الجيوش عليه السلام ايها تفتكر ان قيام الليل ده ده هيوفى لك عمرك. تخيلوا كده يا جماعة. يعني فيه جواز كتير بتمنح في البلد. فمسلا تكريم اوائل الطلبة في السنوية العامة. وزير التعليم. يكرمهم. اه تكريم المثقفين والفناني. وزير الاعلام. يكرمهم ويدهم الشهادات. الجائزة الدولة التقديرية. لا ده رئيس الجمهورية بنفسه اللي لازم يحضر الحفلة. ولازم يحطينه في ايد العلماء بتوع البلد. اللي عملوا اعظم انجازات علمية في البلد. ويدهم الشهادات بنفسه. يبقى اذا لما رئيس الجمهورية بنفسه هو اللي ينزل للمحفل ده. يبقى المحفل ده خطير. ربنا في القيام مرضاش ان ملك هو اللي ينزل. كان ربنا ممكن ينزل ملكة السماد دول كلها. زي ليلة الادر. كان ربنا ممكن ينزل ملكة السماد كلها. كان ربنا ممكن ينزل ربنا يا فعا. كان ربنا ممكن ينزل حملة العرش. انما ربنا سبحانه وتعالى بنفسي هو الذي يتنزل لا يبقى احنا قدام حدث خطير يبقى احنا قدام شيء كبير يبقى احنا قدام عبادة خطيرة يا ايها المزم القوم اوم بقى اوموا بقى يا جماعة اوموا اشربوا دين اتبانوا في الدين اللي بحقه حقيقي في العلاقة اللي بربنا اللي بحقه حقيقي اخت الكريمة الطيبة اللي بعتها بتقول لا حسنة بتلخبطها مشوشة مش عارف اتعاش مع الاوضاحة ولاية بتفهم غلط انا انا اعمل ايه انا طب في الدعوة اعمل ايه طب انا خايفة طب مش عارف ايه طب ما تقوم الليل طب ما تفتحي قلبك بقى بس الملك الملك الاخ اللي بيقول مش عارف اجمع بين الدعوة والعبادة والحفظ القرآن والعلم الاخ اللي بيقول انا عايز ابقى مختلف انا عايز ابقى حاجة جديدة تميز في الليل يميزك الله في النهار اختلف في الليل ربنا يخليك حاجة تانية بالنهار يا جماعة الليل الليل ده ده البداية اخواننا ده البداية اللي بتخلي لي قيمة عند ربنا سبحانه وتعالى يا ايها المزمل قوم الليلة الا قليلة قوم بقى وصلي كتير القلوب مليانة فعشان تتغسل محتاجة مدة نصفه او انقص منه قليلة يعني لو ما قفتش على السجدة الساعة 11 من نصفه المغرب بيدن الامدي خمسة والفجر خمسة يعني احنا خلاص احنا الوقتي يعني تقريبا بكرة اليوم اللي ينتصف فيه الليلة مع النهار اليوم اللي سبحان الله فيه فراشات في امريكا كده اسمها فراشات المينارك الفراشات دي بتبدأ رحلة هجرة عبر الامريكتين رحلة هجرة رهيبة في اليوم اللي ينتصف فيه الليلة مع النهار مين علمها الجغرافيا والفلك وقياس الحسابات المهولة ده سبحان الله العظيم وبتبدأ مرحلة هجرة يعني ممكن تستمر تقريبا في حدود ثلاث سنين حاجة مهولة يعني رحلة من الرحلات الرهيبة فالواحد ده امان بيفتكر اليوم اللي بيتساوي فيه الليل مع النهار امبارح انا ببص في النتيجة لقيت ان الفجر المغرب امبارح كان 54 دقيقة المغرب 54 دقيقة العاص اللي بالنهار والفجر اربعة وتقريبا 53 دقيقة يعني لسه دقيقة ووايا التساوي الليل مع النهار لسه دقيقة سبحان الله العظيم فكنا بنقول ايه بقى ايه لدخلنا في موضوع الدقيقة ده انا نسيت انا كنت المقصر يا أخواني في الله يعني سبحان الله العظيم من خمسة إلى خمسة يعني ليل اتنشر ساعة اتنشر ساعة يعني نصف الليل ست ساعات يعني احداشر بالليل تكون واقف على سجادة الصلاة فربنا بيقولjaw ان بني نصفة يعني ساعت اشر تكون واقف على سجادة الصلاة ساعت اشر تكون داخل در الارقم بدأت صلي او انقص منه قليلة يعني لو نقصت خليها اتنشر او زد عليه طب زد عليه قليلة لا ربنا ما قالش بقى في زيادة قليلة في النقص قال قليل انما زيد علي يعني يعني يا جماعة اصلاك لما بتزود بتزود لنفسك يا ابن انت لما بتزود بتزود مقامك عند ربنا يا اخوانا قيام الليل ده الساروخ المنطلق يوميا الى الفردوس الاعلى فانا وابراهيم صاحبي الاتنين جات الليلة انا نمت وابراهيم قام ركب الساروخ سابقني بمسافات شاسعة بالنهار انا هو صحينا صلينا الفجر مع بعض فعدين نسلم على بعض وهو سابقني بمسافات مهولة وانا مش عارف قيام الليل ده ساروخ ده معراج المؤمنين ده براق العابدين اللي بيرفاق مقامات مهولة في ازمان سريعة يعني اوعى تفتكر ان قيام الليل بياخد من وقتك ده ربنا بيقول بعدها ان لك في النهار سبحا طويلة يا رب سبحا يا جماعة ازاي جماعة نحسبها ازاي دي ان لك في النهار سبحا طويلة ازاي ان ربك يعلم انك تقوم مؤدنى من ثلو في الليل ثلو في الليل يعني ثمان ساعات يعني الساعة تسعة بالليل يا ربنا من الساعة تسعة للساعة خمسة قاعد اصلي من تسعة الخمسة الفجر بصلي وبعد كده ربنا يقولك سبحا سبحا من ده انا اصلي الفجر وان شاء الله يصحون المغرب بالعافية يعني ده يدوبك كده يعني ايه الاخ يصلي الفجر ولو صحوا المغرب هيبقوا جدعان جدا اوعى تفتكر ده ده انت كل ما هتقوم الليل كل ما ربنا هيملأ حياتك بالبركة وهيملى قلبك باليقظة وهيملى ذهنك بالصح واليقظة عشان كده ان لك في النهارة صباحا طويلة هو انا مش كيت على نومي فابقى تاني يوم بقى خلاص دايق ومش انتها تبقى في قمة النشاط بس تصبر شوية بس لحد ما مفعول القيام ييجي يعني ساعات الدكتور يقولك ايه يقولك خد الحباية ديت اه لمدة شهر واخد بالك ان مش هيبدأ تغير الاعراض اللي عليك غير بعد مسلا اسبوع او اسبوعين فيه ادوية كده ليه على ما الدواء يبدأ يتفاعل مع المستقبلات بتاعة الدواء في جسمك او بالزبط كده على ما القرآن بقى يتفاعل مع مستقبلات الايمان في قلبك مواصل انت قلبك مليان ران مليان غين مليان ركام معاصي وذنوب فعما القرآن يبدد الركام ده يشيل مقلب القمامة اللي تراكم على القلب بسبب المعاصي والغفلة والمناظر الوحشة والماضي الوحش وكام ده كله وبعد كده القرآن بقى يتواصل مباشرة مع مستقبلات الايمان على القلب شوفي ساعتها قلبك ايبقى شكله ايه شوفي ساعتها حياتك ايبقى شكلها ايه شان كده يا جماعة ناخد العلاج ونصبر يا اخواني في الله اوزد عليه ورطي للقرآن ترتيلة يا زيدي رطي للقرآن ترتيلة فهم يعني ايه زي ترتيلة السنان كده الاسنان سنة وراسنة ااية 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 يا بنتي واحدة واحدة يا جماعة ااية ااية يا جماعة ما نركبش الايات على بعض زي اللي السنة ركب على السنة اللي جنبها ما تركبش الاية على التانية اعيش ااية ااية كل ااية معجزة انتو عارفين يعني ايه ااية يا جماعة ااية يعني شيء حجاب يعني انت باشي في طريق مصر مثلا او بسافر بلد تانية في الاشجار خضرة فجأة لقيت شجرة دهب فبصت زهلت وقفت العربية لازم تقف العربية قلت نازل لازم تنزل ووقفت فتح بؤك مش دوه وبعد كده اللي معاك بيقولك يلا يلا ورانا مشوار او حد بيتصل بك على المحمول بيستعجيلك في البلد اللي انت بسافرها يلا المعدها يروح انت لا دارب محمول ولا دارب حاجة وبعد كده شدت نفسك بالعافية وركبت العربية تاني وطول ما انت ماشي قعد تفكر في الشجرة وانت مطلع المحمول قعدت تتصل بكل حبيبك واحد واحد ده انا شفت حتة منظر وانت راجع راجع بسرعة عشان تقف تاني قدام المنظر العجيب ده هو ده معنى اية الاية لغة اي الشيء العجاب الاية يعني اية القرآن دي واحد لازم توقفك لو ماوقفتكش ابقى انت بتشفهم يعني اية رقم اتنين لازم تنزلك تسيبك اللي في ايدك ده ايه الموضوع الخطير ده اللي اخطر من شق البحر الموسى اية القرآن اخطر من كل المعجزات المادية وبعد كده لازم تبهرك تفضل واقف فتح بؤك ايه الاعجاز ده وبعد كده تشدك يعني الدنيا بتناديك مش قادر اسيب المصحف مش قادر اسيب القرآن مش قادر اسيب صورة المزمل مش قادر اسيب معاني صورة المزمل وبعد كده بعد ما سابتك تغيرك قاعد تكلم الناس لحقوا الاية الرئيبة دي تغيرك بقى الاية نازل تاني يوم تكلم كل الناس عن القرآن تكلم كل صحباتك عن القرآن هو ده جماعة معنى كلمة اية كم آية في القرآن بقا عملت في قلبك كنا كم آية في القرآن بقا عملت فيك كنا يا أخوان إحنا يا أخوان لازم له هم يا جماعة عيب يا جماعة عيب أن يبقى معنا الدين العظيم ده وإحنا ضعف الهمة هو أنت لسه هنا أنا لما بفتح مذكرة مشاكل الشباب افتح لقلبك وفتح قلبك أنا بقول ياه هو في شباب كتير لسه هنا في شباب لسه في مشاكل كذا وكذا وكذا في بنات لسه يا جماعة ده احنا قدامنا لسه فوق فوق ده احنا عايزين نقطع مسافات مقولة احنا لسه هنا وردت للقرآن ترتيلا ترتيلا واحدة واحدة بقى وعيش يا ابني مع الاية ان سنلقي عليك قولا ثقيلة عارفين يعني ايه يعني انا مثلا شايل مثلا ايه الالم ده فده كذا جرام انا شايل يا جماعة انا انما واحد جاب حملة 300 كيلو حديث زي ابتوع رفع الاثقال وامشيل الله واكبر اهو ده بقى قول الثقيل القرآن قول الثقيل القرآن تكاليف القرآن ربنا بيقول للنبي طريق الدعوة مسهل طريق الاصلاح والتغيير مش سهل مش هتقدر تستحمل من غير القرآن مش هتقدر تواصل من غير القرآن مش هتقدر تثبت حتى الممات من غير القرآن مش هتقدر تحصل اليقين في زمان الشبهات والشكوك والالحاج من غير القرآن مش هتقدر تبقي طاهرة القلب في زمان الشهوات والفجور والفسق من غير القرآن مش هتقدر تثبت على مشكل الدعوة من غير القرآن مش هتقدر تثبتي على على الاخوة في اللامع اخواتك رغم ان دي سعبة ودي بتغلسة ودي من غير القرآن مش هنقدر نضحي من غير القرآن مش هنقدر نجاهد من غير القرآن قال تعالى وإن اهتدأيت فبما يوحي إلي يا ربي من القرآن ربنا بيقول للنبي قلهم اننا مصدر الهدى الوحيد في حياتي هو القرآن قال تعالى وإن كنت من قبله لمن الغافلين ده ربنا بيكلم محمد أمال انت ايه ربنا بيقول للنبي من قبل القرآن انت كنت من الغافلين أمال انت من غير القرآن ايه أمال انت من غير القرآن ايه يا جماعة مش هتنفع مش هتمشي كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا روح بتنزل في انت ممكن تهدلوقتي اقومي لله ازاي وتغير ازاي وانا مش نفع وانا عارف ان ما فيش فيها فاي لا والله العظيم لما روح القرآن هتنزل بجد بس نصبر في الاول لحد من ركام اللي بين نور القرآن وبين القلب يتشال والقرآن يدخل بقى يبشر القلب مباشرة فيحيى القلب بالقرآن هتذهل من نفسك انت مش هتصدق اللي انت بقيت فيه بس يا جماعة عايشهم ادوا فرصة ان قلوبكو تعيش مع هذه المعاني المهولة انا عايز الف بصورة المزمل دي اجمع كل اخوة في كل مكان واقول هلو عايز اروح في كل الدروس وفي كل الاماكن اعود مع الناس في صورة المزمل وبعد ما نقعد فيها نقعد نصلي بيها مع بعض وبعد كده كل واحد يصلي بيها الوحده عشان يعيش ساعة ساعة ونص ساعتين مع المعاني بتاعتها يعرضها على قلبه رطل القرآن ترطيل انا عايز الناس كلها تعيش صح يا جماعة انا عايز دار الارقم صورة المزمل بتتكلم عن دار الارقم بنعمل الارقم صورة المزمل بتتكلم عن اللي كان بيحصل جوادان الارقم انا انا نفسي ان احنا نعيش الحياة دي نفسي ان كلنا نبقى كده هو ربنا بيقول اهدنا الصراطة المستقيم ليه مش اهدني لان اهدنا من باب برضو ان انت هديتك سبب لثبات انا يا ابني لو لو كل اللي عادين الوقت قدامه منتكسين انا مفيش حد دينه درس انا نفسي هضيع انا لو اخواني بيقوموا الليل انا هقوم الليل انية اخروية وانما هو حرص على ديني لانه علو دينك هيعلين انا لانه علو دين اخواني هيعلين انا فانت يعني سبحان الله العظيم ان احنا نفهم ان احنا نفهم قضية دي ازاي نرتقي كلنا مع بعض ازاي نوصل لربنا مع بعض انا سنلقي عليك قولا ثقيلة مش هتقدر من غير قيام الليل انا الكلام ده مش بقوله للاخوة والاخوات اللي معايا بس انا الكلام ده بقوله للدعاء وكل العاملين لدين الله في العالم مهما كانوا كبروا مهما كانوا اشطهروا والله من غير القرآن ما هنقدر والله العظيم من غير قيام الليل ما هنقدر لا يمكن مفيش بديل يا جماعة مفيش بديل عن قيام الليل والقرآن ان لك في النهار سبحا طويلة يا سلام السبح ده من السباحة يعني بحر كبير النهار ده بحر كبير قوي يا رب بحره يا رب ده احنا بنقول سبحان بسم الله رحمد الرحيم بنلاقي اليوم خلص لا مع قيام الليل بقى اليوم هيبقى مليان بركة اي انسان بيسبح سبحا طويلة لازم كل بحر له شط اللي هيفضل يسبح على طول هيرهق وهينهك هيموت لازم شط يروح يرايح عليه فان لك في النهار سبحا طويلة الدنيا دي بحر الشط بتاعه قيام الليل الشط بتاعه بالليل في قيام الليل ان ناشئة الليل اه ان سنلقى عليك قولا ثقيلة ان ناشئة الليل هي اشد وطؤا واقوى مقيلة الله اكبر ربنا بيقولك ثمار قيام الليل الناشئة الليل اللي ترابه في مدرسة قيام الليل يقولك الناشئة تحت سن 17 الناشئة في البيت الشباب الفلاني ناشئة اللي تربهم في مدرسة القرآن خريجي مدرسة القرآن او المعاني اللي نشأت في الليل المعاني والايمان اللي نشأت في قيام الليل كلمة ناشئة دي كلمة خطيرة اوة يا بنتي كلمة ناشئة دي يقولك في القانون البحري يقولك المنشئات البحرية يقولك السفن العملاقة السفينة كانها مدينة مشي على المية ففي القانون البحر العالمي عملوا القانون للمنشئات دي بالذات دون عن باقي السفن المنشأة دي كلمة ضخمة جدا نشأة الليل يعني القرآن هيخليك عملاق القرآن مش هيسيبك غير لما ينشئك لما كل الضلال اللي جوك ده يتهد وتتبنى من جديد بقى شفت دلت وابني من جديد بس مش هيسيبك غير وانت بطل مش هيسيبك غير وانت عملاقة القرآن ما بيخرجش غير كده اللي بيسيب نفسه للقرآن ما بيوصلش غير كده سبحان الله العظيم احنا ماشيين في الدورة العلمية في تفسير صورة الفاتحة يعني لنسا ما دخلتش مع الشباب في شرح عاجات كتير فيها في المرة الاولى اللي كانت من يومين كده انما في الفاتحة ربنا يقول لك اهدنا الصراط المستقيم اهدنا يا رب خليك معايا طول الطريق يا رب اهدنا الصراط الطريق كله خليك معايا طول الطريق فربنا استجاب دعاء الفاتحة في اول صورة البقرة ده من التربط اللي بين الفاتحة والبقرة ما في الصورة الا واللي بعدها متربطة معها فربنا قال ايه ذلك الكتاب ولا رايبة فيه هودا للمتقين عايزين الهداية الهداية القرآن اهو فكأن المعنى انت عايزنا خليني معاك طول الطريقة خليك مع القرآن طول الطريقة وطول ما انت مع القرآن انا معاك طول ما انت معاك كلام ربنا انا معاك انا المعاني ديت لازم نعيشها المعاني ديت لازم كلنا نتكلم عنها في كل مكان ده مش درس وعظ يا ابني دي معالم حياتك يا بنتي ده ربنا بيدينا خط سير في حياتنا ده مش كلام سخنة يا جماعة الفرق من الدروس السخنة يعني انا مثلا لو اديت درس سخنة في الناد ما ينفعش بقى اروح بقى في درس المسجد بتاعي من جمعة وقم ادي تاني وقم رايح بقى في خطبة الجمعة وقم ادي تاني انما الكلام ده لازم يتقل مليار مرة الكلام ده لازم يتقل في كل مكان الناس كلها لازم تسمعه واللي سمعه مرة لازم اسمعها تاني وتالت وعاشر ومية وكل واحدة منه يقوم بعد الدرس مباشرة يتوضى ويمسك المصحف ويمسك المصحف واللي خد القرار ده يعرفنا على يكتب اللي خد القرار ده يكتب انه هيقوم ينفذ القرار ده عشان كلنا نشجع بعض اكتبي اكتب انك تقوم الوقت تمسك المصحف مش هقل من يعني خلاص لو عايز تقرأ بسرعة خلاص مفيش مشكلة انما انا نصحتي ساعة ساعتين يا ابني ساعة ساعتين عيش عيش مع اننا شقة الليلة ياشد وطأ يعني ايه وط؟ العزم العزم الرهيب قيام الليل هينمي فيك العزم لاول مرة هتلاقي نفسك من تشتعبان في غض البصر لاول مرة هتلاقي نفسك من تشتعبان في موجهة الشهوات لاول مرة هتلاقي الدعوة معددش تقيلة على قلبك التقل بتاع الدين ده هيروح الدين هيبقى جميل القول الثقيل هيبقى قول جميل الاذقال هتبقى جمال في جمال مع قيام الليل بالقرآن عايزين نعرف برضو يا شباب ان قيام الليل مش معنات طلط الاخير بس قوم من اول الليل قومي من اوسط الليل ثبت من تسعة الـ 11 ثبتي من سبعة الـ 9 ثبت من عشر الـ 12 يا جماعة استمر شهر على اول الليل شهر وانا وافق ان في اقل من شهر اتنقل اخر الليل بس ابدأوا يا جماعة صح ابدأوا من نبق كالساعة تسعة الليل افقاف على فضال الارقم اوه ما وثلثين الليل يعني من تسعة بالليل طب ما تقوم زي النبي من تسعة بالليل في الاول ابدأ وربنا هيفتحها عليك بعد كده يا اخواننا اشد وطن يعني العزم اقوى مقيلا الفهم قيام الليل هيخليك انسان فاهم هيخليك انسان منورة الدنيا منورة مش المتاهة اللي احنا عايشين فيه يومين الصح وليه دا عمل كده وصح فلان ولا فلان ونمشي وراميين وده يا ابني القيام الليل هيخلي الدنيا منورة نور زي المقابر اللي قلتلكوا عليها اما روحتها مبارح كده بالليل اه يعني كنت في جنازة من ثلاثة ايام كده جنازة اخ من اخوانا برضو قبلها الجنازة خلصة دخلت في المقابر الاخوة جاية قلت له ما جمعنا قاعد انا مش هسيبي المكان ده انا 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 في اول مرة انا لو دخلت هنا مكان الاخ اللي كان من اربعة وعشرين ساعة معانا اخونا الله يرحمه دهوت ماتوا شاب الله يرحمه لسه صغير يعني كان معانا فجأة تعب سيولا في الدم جري على المستشفى مات انا لو دخلت الوقت التربة مكانه انا هندم على ايه هندم على الف حاجة فانت نور يبقى زيارة المقابر دي نور المكان اللي اقوى قرارات اتخذت في الدنيا في حياة السلف فيه في المقابر القرآن نور قيام الليه نور لما تكونوا ببدي معانا انت بقى عايش في ظلمة ليه انت السبب بقى علو الهم يا جماعة في البداية الصحيحة انا لما بيكون عندي وردة مذاكرة بذاكر مثلا تفسير ووردة عبادة لما بحس ان انا ما اعطت الشل اتنين مع بعض بقوم مسك في وردة العبادة ليه لانه ده الاساس هو ده اللي لو تصلح كل وهقول يا رب فيه كل حاجة في حالة تصلح بعد كده لما بيكون عندي شغل في الدعوة والعبادة هيحصل فيها مشاكل هتقع لا يبقى الدعوة يبقى العبادة مش الدعوة ليه لانه هو مس وقفة باذن الله سبحانه وتتوصل الى الله بس الاول اخطر حاجة في حياتنا هي وردة العبادة اخطر حاجة في حياتنا وردة قيام الليل مع احسان صلاة الفريضة طبعا وردة قيام الليل ده اللي هيصلح لك كل حاجة في حياتك بعد كده ده راس الحربة بتاعت الاصلاح في حياتك بعد كده ربنا سبحانه وتقول لك ان لدينا انكالا وجحيمة انك للجام الحمار عزكم الله يعني الناس دي هتتمسخ بهام في جهنم وجحيمة الجحيم مش النارة جماعة الجحيم لازم يبقى فيه اربع شروط عشان يبقى يتسمى جحيم النار عشان تسمى جحيم لازم يبقى فيه اربع شروط الشرط الاول ان تكون النار مستعرة رهيبة حاجة مهولة في الحرارة الشرط التالي ان تكون النار عميقة في حفرة عميقة الشرط التالت ان تكون النار ديقة يعني خنقة كمان غير النار الشرط الرابع ان تكون النار موجهة عارفين بتاع الحديد اللي مصلط بتاعت النار اللي في ايده على نقطة معنا في الحديد النار موجهة على الجسد لتعذيبه دا يبقى اسمه جحيم بقى ولا عيزه بالله وطعاما ذا غصة واقف في الزور طب في الدنيا الاكل اللي وقف في الزور بشرة مية طب في في النار ما فيش غير الحميم ولا عيزه بالله فيبلع الطعام بتاع النار بالحميم بتاع النار يعني ايه ده وعذابا قليمة ويا رب كوني اللي فات ده مش عذاب ده لسه ده كل ده ده لسه اصناف على اصناف قلت سبحان الله يوم ترجو في الارض والجبال ربنا بيقول لنا يوم الايامة الجبال هترتجف هترتجف من الخوف ويا غير مكلفة اهمال انتو يا مكلفين تعملوا ايه اهمال انتو يا مكلفين المفروض تعملوا ايه من الوقتي قلت سبحان الله يبقى صورة المزمل بتتكلم عن موضوعين الموضوع الاول القيام والموضوع التاني القيامة الموضوع الاول القيام والموضوع التاني القيامة يعني يا حبيب قلبي لو موقفتش في الدنيا هتقف كتير او في الاخرى عايز ترحم نفسك من وقفة خمسين الف سنة اقف من الوقت في قيام الليل بين ايدين ربنا عايز ترحم نفسك من وقفة خمسين الف سنة اقف من الوقت في قيام الليل بين ايدين ربنا ان هذه تذكرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا الموضوع كبير ومش سهل ان احنا نخلص تدبرات في قيام الليل في مرة واحدة واخونا الحبيب بتاع تونس واخونا الحبيب التاني اللي عندهم علو الهمة ومش عارفين يعملوا ايه مش عايزين نضيع موضوع علو الهمة جماعة مرة واحدة ممكن المرة الجاية نكمل في موضوع علو الهمة ممكن المرة الجاية نكمل في موضوع قوة الهمة في العلاقة بالله سبحانه وتعالى ممكن المرة الجاية نكمل ان شاء الله باذن الله ازاي علو الهمة نوصل له يعني في زهن كلام كتير عن موضوع علو الهمة بس مش هقدر اقوله الوقتي لان كده كفاية الناس نزلت على الشاشة ان هي نوية وعزمة قومي الوقتي اوعى تهق اوعى تهقي اقفل محمولك اقفل محمولك خلاص يعني ما انتش قادرة بقى خلاص وممكن يعني المريخ وزحل يتصلوا بك اه اعملي صامت لو انت بقى خلاص شخصية ايه يعني جاية من كوكب تاني اعملي صامت وقومي الوقتي ما تبصش ما تتكلمش ما تتنفسش ما تحرمش قومي الوقتي تتوضى قومي الوقتي تتوضي ولو اخت عندها يعني ظروف معاناة تمناها من الصلاة خلاص تلبس جوانتي وتمسك المصحف وتقرأ كأنها في الصلاة بقى خلاص يعني مش هتصلي ولكن تقرأ زي اللي بيصلي بالضبط قومي الوقتي يصلي ساعة ساعة ونص عيش يا ابني اغسل قلبك بالصورة يعني كان سبحان الله العظيم يعني كنت مع بعض اخواني كده فبكلمهم في بعض ايات من القرآن وبعد كنت قلت لهم تحلو انهم يصلي بها فقال كل واحد ايه يقعد نص ساعة فواحد قال لي نص ساعة اجيب ازاي ده تلات دقايق ده خمس دقايق سبحان الله العظيم الاخ طول اكتر مني يعني كان بيصلي جنبي طول اكتر مني لما داء النوم طار من عينيه زي ما ربنا بيقول ومن الليل فتهجد به تهجد اي الهجود النوم تهجد اي ازل النوم اه التفاعل ازالة الشيء ازل النوم من الليل ازل النوم بالقرآن انت عايزة تنامي قومي بس افتح المصحف كده ايتين يدخلوا قلبك هتلاقي قلبك نشط والدنيا نشط ربنا يحفظكو يا اخواني ربنا يبارك فيكو يا ثروتنا الغالية ربنا يبارك فيكو يا كنزنا الغالية انتو يا شباب ويا اخواتنا اللي لو صلحتم الدنيا كلها تتغير ولو انتو نمتم للأسف الشديد كام الف شاب وبنت الوقت عن نت عارفين ان فيه دروس عن نت وفيه حاجات عن نت ايش معنى ربنا اخترك انت ايش معنى ربنا سمعك انت ايش معنى ربنا منع عليك انت ايش معنى ربنا جاب قلبك انت انك انت تسمع وانك انت تسمعيش يبقى انت فيه رسالة من ربنا ليك يبقى انت فيه مهمة ربنا بيكلفك بيها سبحانه وتعالى اموه شباب اطربوا في مدرسة قيام الليل يا شباب انا عايز ان شاء الله بإذن الله بقى يعني تبعتولنا ايه المعاني اللي انتو عيشتوا فيها في قيام الليل على النفس المكان اللي انتو بتبعتوا على المشاكل بتاعكم يعني فيه مشاكل كتير جاية جديدة الحمد لله يعني ابعتوا بقى يعني اتعلمت ايه من مرسك قيام الليل اتعلمت ايه المعاني اللي جات في قلبك وانت بتقرأ ربنا يحفظكم ربنا يبارك فيكم ربنا يكرمكم ربنا يفرق كربتنا اجمعين ربنا يقيمنا على مراضه منا اللهم اللهم امنا علينا بقيام الليل اللهم متعنا بقيام الليل اللهم لا تحرمنا من قيام الليل الى ان نلقاك رب جعلنا لك صوامين لك قوامين لك ذكرين اللهم اكرمنا ولا تهن واعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا اللهم اهدنا يا رب اهد قلوبنا يا رب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشنا عسى ان يهدينا ربنا لأقرب من هذا رشنا اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت اللهم استعملنا ولا تستبدلنا لا نهلك وأنت رجاؤنا لا نضيع وأنت مولانا لا نضل وأنت هدينا يا رب العالمين يا رب هد إخواننا وأخواتنا يا رب بارك لنا فيهم اللهم اخرج منا دعاة وداعيات وعباد وعابدات وعلماء وعالمات ومجاهدين ومجاهدات اخترنا يا رب اصنعنا على عينك يا رب اصطنعنا لنفسك يا رب اخترنا يا رب استعملنا ولا تستبدلنا يا رب ازل الشهوات والشبهات من حياتنا يا رب اجعلنا مخلصين لك مخلصين لك مسلمين لك سلاما لك برحمتك يا ارحمة الراحمين ان شاء الله احبابنا في الله يوم الجمعة ان شاء الله باذن الله يعني الشيخ امين الانصاري هيزورنا هنا في المنصور هيبقى خطبته في الجماعة الشرعية فان شاء الله درس الجمعة الاسبوعي بقى الدرس بتاعي في الجماعة الشرعية ان شاء الله هيبقى معايا فيه الشيخ امين الانصاري وبفضل وبنت الله والشيخ احمد جلال ودكتور غريب رمضان وباذن الله ودكتور عبد الرحمن الصاوي واحتمال كمان بإذن الله الشيخ علي قاسم بإذن الله سبحانه وتعالى يعني إن شاء الله هيبقى درس باقة كده يعني إخوانا وحبابنا بقى من الدعاء هيبقى درس كده مجمع بإذن الله يعني اللي عايز ينورنا في المنصورة ينورنا اللي هيتبعوا في البث المباشر يتبعوا اللي يعرف الإخوة والأخوات بقى بإذن الله بحيث أن تجمع الدعاء كده يجمع حوالي بقى الإخوة والأخوات بتوع النت كلهم واللي عايز ينورنا في المسجد ينورنا بإذن الله ونعرف بعض يا جماعة بإذن الله ربنا يبارك فيك وربنا يحفظكم ربنا يتم علينا نعمته وسبحانك الله ما بيحملك عشانه لا إله إلا أنت استغفر وكاتب عليك اشتركوا في القناة